السلام عليكم مرحبا بكم اسمي ياسين فراكلين يا اصدقائي قام بنسخ تجارة تريفر واصبح كذلك ليس فقط بليونير بل تريليونير نعم الشيء الذي قرر فعله مباشرة بعدما نجح تجارته سنذهب للمقر الذي يشتغل فيه سأضع لكم كذلك الجامع الممتلكة التي يمتلكها ستكون فراكلين فراكلين اصبح يعتني بنفسي الان واصبح يرتدي فقط الملابس غالية التمن المهم هذا هو منزلنا يا اسقر تلاحظون بان منزلنا اصبح مختلف تماما نعم بطبيعة الحال لان فراكلين اصبح غني واكيد الاغنياء فانما نزلوا مستخدم شاهدوا يا اسقر ماذا يوجد في الفوق بطبيعة الحال المنطقة فانها كبيرة جدا بالاضافة لعدد هائي جدا من السيارات الخاصة بصديقنا فراكلين لذا اردنا مثلا نقل هذه السيارات لمكاني الاخر فيجب علينا يا اسقر احضار شاحنة خاصة بحمل السيارات لكي نستطيع نقيل جميع هذه السيارات افضل سيارة تعجبون بطبيعة الحال بينها زين ترنو واذا سعدنا للفوق ستلاحظوا بأن لدينا ولدينا الكثير وكثير من الاشياء المميزة هنا هي الهليكافتر اه نعم هاي الهليكافتر الاولى هنا ولدينا الهليكافتر التانية هناك خاصة بالبليونيرز بطبيعة الحال لدينا بفقط الاغنياء هم الذين يستطيعون اشتراك تلك الهليكافتر وفي الفوق كذلك لدينا منطقة اخرى سنصعد لها لكي اظهر لكم بطبيعة الحال وبعدها ساقوم باخدكم للمشارع الخاصة بنا وأظهر لكم العمل الذي اشتغلت فيه لكي استطيع الجمع هذه الاموار باني نسخت تجارة تريفر لكني لم انسخها حرفيا بل ابدعت فيها واستغليت كذلك الوقت الحالي والتجارة الحالية التي تدير على اصحابها بملايين وملايين دولارات في هذه الضفة لدينا الهليكافتر الذهبية هاتي الهليكافتر اقوم باخدها فقط قضاء رجل الذهب لي احد الجوزور والاسمتاع بوقتي عادة هدف اني اطرقها مركونا هنا هذه جولة فقط بسيطة وفي هذه الضفة لدينا السيارات الكبيرة المزودة بالاسلحة وكذلك السيارات المدرعة والان سنختار احد السيارات المميزة عندي لكي نقوم باخدها ولكي نذهب للشركة بطبيعة الحال هنا سيارة رويس رويس هذه السيارة من بين السيارات الغارية ستمن جدا ونقوم باخد زينطورنو ونقوم باخد احد هذه السيارات الاخرى السريعة عدد السيارات فانها هائل جدا لدينا هنا صراحة كذلك هاتي فانها تعجبوني هذه السيارات اخرى طائرة جدا لكني ساختار هذه الحمراء نقوم باخد الحمراء وبعدها سنتجه سغير فيها للشركة لكي نكشف كيف هي الاحوال هناك ونراقب قليلا الموظفين لأن الموظفين من ضروري عليهم الاشتغال بشكل جيد لكي نستطيع عارف مزيد من الاموال وهنا الخروج من الغارج كما تشاهدون ولدينا ضيفة اخرى ممكن كذلك ادخال السيارات للغاراج اذا اردنا وهي من هنا بالضبط ركزوا لدينا هنا رامب نستطيع ادخال السيارات من هذه الضيفة بالقرب من الهيليكابتر والمرور عبر الطريق حتى نصلها للغاراج الكبير الخاص بالسيارات وفي امكاننا هناك ركن السيارات بلا اي مشاكل صراحة بلا كذب هذه السيارة يا سيخة ووووو فانها تعطيرها الطيارة الخاص بها بالاضافة للقدرة الخاصة بفراكلين يو 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 شيش كوني مراوغة السيارات بطريقة جنونية او الضغط على المكابح وايقافها بدون ان نفعل حول التساعد هذه السيارة خاصة بالرأي لياتي شيش بطريقة المراوغة كيف هي واو 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 خاطيرة ياريك لازلت محترم قوائن سيسا ندور هنا فوق من الاشياء من ناحية التفحيط الرائعة جدا من بين السيارة الخاطيرة هي ياتي بلا كذب سندور بياتي طريقة التفحيط يا حبيبي شيش بلعجلة كيف تدور الان سنذهب للمقار الخاص بالعمل كما قد لكم لكي نقوم بمراقبة العمال وفي نفس الوقت الشباب انتم ستعرفون كيف استطاع فراكلين ربح بلايين طولارات وكذلك سنقوم بشراء يا رفاق منزل كبير لان فراكلين يريد التحول رغم انكم شاهدتم منزله قام بيت كبيره لكن وصلنا للاراضي الخاصة بجيران وفراكلين يريد منزل اكبر بكتير من ذلك يريدوا قاصر لكي يسكن في لان لازلت لديها اموال طائلة جدا يريدوا استثمارها سنساعده ان شاء الله اليوم سنذهب لأحد الشركات التي تقوم ببيع المنازل سنختار افضل منزل لديهم اتمنى ان يكون هناك قاصر للبيع صاحبه مثلا دخل في ازمتهم ما ويريدوا بيعها وبطبيعة الحال سنستغل تلك الفرصة وسنقوم بشراء ذلك القاصر وهنا نحن تقتربنا من الوصول للمشروع الرسمي الخاص بصديقنا فراكلين كلين هذا المشروع هو الذي اضر عليه بعدد هائل جدا من الاموال وبالفعل يا اصيقائي لقد رأيتموه وهنا نحن توصلنا لمشروع اللايف انفيدر نعم يا اصيقائي اوفيه ادوى المشروع الخاص بصديقنا فراكلين سنأتي الى هنا وسندخل هي افتحه لا يريدون يفتح الباب المغفلون يصبح وسنقوم براكن السيارة في القارج وهنا نحن قمنا بادخالها يا اصيقاء للقارج ما رأيكم يا رفاق في القارج الخاص بنا قارج خاطير لدينا المميز لما انظر فانه رائع وخرافي لا يمكن ان نتصوره يوما من الايام بان فراكلين سيملك لايف انفيدر هذا الشخص ماذا يفعل مغفل غبي المهم هي لكي نقوم بالدخول ستلاحظون بان لدينا عدد هائج جدا من السيارة الخاصة بالاغنية بطبيعة الحال لان اليوم لدينا اجتماع مع احد الاغنية وستلاحظون بانه مقاوم بقفل المكان هذا الشخص المصور لقد جاء لي كي يقوم بالتصوير الحراس عددهم كتير جدا ذلك شخص شرطي لقد اعطاني التحية لان اعرف بانني انا هو المالك لهذا السبب سادخولي اصيقاء عبر الباب الخلفي لان هناك احد الاشخاص اراد الدخول ولا اريد صراحة ان يعرف بانني انا هو المالك الرسمي لهذا السبب سادخل عبر الباب الخلفي لدينا المفاتيح لدينا كل شيء لا مشكل وهي لي كي ندخل الانظام للمقار الخاص باللايف انبايدر طبعا اتصيقج هو يقوم بالتصوير لدينا هنا الحارس الحارس يطرفوني لكي ان امر لاني انا هو المالك الرسمي وهنا المصوير عمرو سادخوا استطاعوا الدخول لهم يقومون بالتصوير الآن الغرفة الخاصة بالاستقبال وفي الفوق يا اصيقاء لا احد يلعبون هنا لدينا اجتماع طارئ الان slot دخل فقط لكي ادهروا لكم كما تشاهدون العمل فانهم يشتغلون يتحدثون أحسنتم يا أيها العمال فقط استمروا في الاشتغال لكي تدروا عليه أرباحا طائلة جدا وهنا اجتماع سري سنتأكد ماذا يفعلون للبري فيسي لا البري فيسي سنقوم ببيعها معلوماتكم يا أصيقاء سيتم بيعها كي نربح الأموال بطبيعة لحال الناس يشتغلون كذلك وهنا الاجتماع الذي يخطي لكم هو فرحان توقع بأن الاجتماع لقد كان ناجحا يا أصيقاء الناس يصفقون فرحاني يا روعة تحياتي لكم الآن سأظهر لكم المقر الجديد الخاص بنا الخاص بشركة لايف انفيدر لأنه قبل أن يقوم فرحانيين بشراء الأسهم تحدث مع ليستر وقال له ليستر الوقت المناسب الذي عليه شراء الأسهم فيه قمنا بشراء ما يقارب 80% من الأسهم فأصبحنا نحن هم الذين يسيطرون على لايف انفيدر والشيء الذي قرر في علا فرحانيين هو بناء بناية أخرى خاصة باللايف انفيدر وهؤلاء العمال الذين يشتغلون في هذه البناية سيتم أخذ نصفهم البناية الجديدة لكي يشتغلوا فيها والنصف الآخر سيبقى هنا وسنقوم بتوظيف مزيد من العمال لكي نضاعف الأرباح الخاصة بنا أما بالنسبة صديقي ليستر فها هو يا أسيقائي لأفيا هو مستعد لايف تمورو غدا سيكون هناك بت مباشر كما تشاهدون داتا إز دير تو بي أبيوزد وليس يوزد ها ها يعني الندات الخاصة بكم أي شخص لديه حساب على لايف انفيدر في الندات الخاصة بك يا صديقي نقوم ببيعها للشركات الكبيرة ونربح أموالا هائلة جدا حتى ولو لم تقوم يا صديقي بشراء الإشهارات ولم تقوم بصناعة المحتوى في لايف انفيدر فإننا نربح المال على ظهرك يا رفيقي شئت أم أبيت فقط عند صناعتك لحساب بوم لقد ربحنا الأموال يا رفيقي المهم ليستر فإننا سيتكلف بتلك الأشياء لدينا كذلك الصديقون هادي يتكلف بتصير بوراج والآن هيا لكي أظهر لكم المقر الجديد الخاص بلايف انفيدر رجنا من الغارج لكن الطريق فإننا ممتلئ يجب علي الحاضر يا أصيقاء لكي لا أقوم بخدش سيارتي رغم أن هذا الباب لا يريد أن يفتح لفضاع ممتاز ومتبي تكسيره والآن هيا لكي نتجه للمقر الجديد الخاص باللايف انفيدر هو قريب منا ليس بعيد كثيرا وقمنا ببنائه وسط من المدينة سأظهر لكم أنتم كذلك المحل لمن أراد المجيء بطبيعة الحال عبدنا إذا أردت الاشتغال معنا في اللايف انفيدر فمرحبا بك يا صديقي نعم هنا بالضبط يا أصيقاء وسط من المدينة قمنا ببنائه هاته الأرض اشتريناها لن أقول لكم كما هو التمن التمن خيالي ياته الأرض اللايف انفيدر جالاكسي يا حبيبي المشروع الجديد الخاص باللايف انفيدر ستلاحظون بأننا لدينا باركلات كبير جدا واسع وشاسع قمنا ببنائه من أجل الشباب الذين يشتغلون عندنا في الشركة إذا أرادوا مثلا راكن سيارتهم فيمكنهم راكن سيارتهم بلا أي مشاكل أنا كذلك سأركن سيارتي هنا في الأسفل المقر عندنا فإنه فارغ لا يوجد فيه عمال لأنه تقريبا للتوقمنا بإنهاء بنائه لكن المحل فإنه منتهي أتوقع الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه فإننا سنبدأ الاشتغال إن شاء الله هنا وسنقوم بإحضار العمال هنا لدينا السلاليم الكهربائية السلاليم الكهربائية لا تشتغل لأنه لا يوجد عمال أصلا لكن عندما سيأتي العمال فإن السلاليم ستشتغل هنا لدينا بيرو خاصي أثقاء بالاستقبال وبالإضافة للتكورات الخطيرة اللوغو الخاص بغالاكسي وهنا أثقاء البيرو الخاص للشباب الذين سيشتغلون والمنظر خطار جدا منظر عالمي يا حبيب الأرض كانت غالية هنا يصري نشتريناها بثمن خيالي جدا لكن المنطقة رأي عوسط من المدينة إذا جئنا إلى هنا لهذه الضفة لبيبان فإنها تفتح عندما تقتربون هذه هي الكافيتيريا مثلا العمال إذا أرادوا أخذ قسط من راحة تشرب كوب من القهوة فإنهم يأتون إلى هنا لدينا كاميرا كبيرة جدا لأن الغرفة هذه هي غرفة أو الراحة بطبيعة الحال يأتي الشباب يجلسونها هنا يستعملون الحاسوب وتحدثون والكاميرا فإنها تقوم بتصوير يأتي الضفة على اليمين هذا هو البيرو الخاص للبوس هذا هو البيرو الخاص لنا وهذا أحد المساعدين لقد جاء لي كي يراقب الأمور هذا كل شيء تمام الأمور تشغل بشكل جيد هنا لدينا لعبة وأحب كثيرا اللعب هذه اللعبة يا أصيخائي تكنولوجيا الجديدة وهذا هو البيرو الخاص ما رأيكم في البيرو رائع رغم أن هذا البيرو لن أجلس فيه كثيرا لأنني سأقوم بتشغيل أحد الأشخاص لكي يقوم بفعل تلك الأعمال التي سأفعلها أنا بطبيعة الحال وهنا في هذه الضفة لدينا بيرو آخر ولدينا الغرفة الكبيرة الخاصة بالسيرفورات بالإضافة للآلات الخاصة بالتحكم مزيد من الحواسيب هناك شيء دوان واو بحسب خطيرة شيء ماتي للآلات ألا تتحكم بالطائرة جا 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 ماذا لا لا بيرو خطيرة هذا رائع وهنا السيرفورات كالعادة شيء تكلفوا بها صديقنا ليستر ولدينا هنا غرفة مختبئة في هذا المكان التي تتورأتها وووو هنا غرفة تحضير أكواب القهوة وتلك الأشياء بالنسبة للمضطفين بالإضافة للعواصير يا سالع تلاجات ممتلئة عن آخرها بالعواصير يا أسماء الشباب فإنهم سيفرحون عندما سيقل المكان هنا كل شيء لدينا عصارات القهوة عددها هائل أما بالنسبة للأكل نعم لدينا صندويتشات كذلك كافية يضيفنا يا سالع لكي يحافظوا على حرارة صندويتشات لأن ليس لدينا مطبخ مع الأسف لم أريد بناء مطبخ هنا بالنسبة للعمة عندما سيصل الوقت لغداء فإن لديهم ساعة أمامنا مباشرة سانرز بانس منطقة خطيرة جدا خاصة بالأكل أنا بنفسي أسقع أحب الأكل عند ذلك الشخص بإمكانهم ذهاب شراء الأكل وتخزين الأكلات هناك لكي تظل محافظة على الحرارة الخاصة بها الآن بعدما أخذتكم في جولة لكي تعرفوا مصدر الأموال وكيف استطع فراكل الحصول على أمواله الهائلة سنذهب الآن لأحد الخاصة ببيع المنازل هناك مثلا فيلا الجديدة بصور جديدة لكي نستطيع شراءها لأن فراكلين يريد الانتقال من منزلي القديم إلى منزلي جديد أعجبني صراحة هذا البركلات ومباشرة بوم هأنتم داء في الشارع لإيجن سي فإذا قريبا من وسط المدينة سنذهب لها على السريع القوانين لن نحترمها حتى متى إذا وصلتنا مخالفات في إمكانية دفع المبلغ الخاص بلمخالفات لا مشكلة هذه الإيجن سي التي سنذهب لها مقرها قريب جدا من لايف انفيدر كأننا سنعود للايف انفيدر نعم هي هذه الطريق وأتوقع الإيجن سي هنا على اليسار ما قررها إذا لازلت أتذكر نعم هنا على اليسار يا سيقا أنا مر بهذه الطريقة محل اللايف انفيدر القديم أمامنا مباشرة والإيجن سي فإمنا هنا على اليسار نعم تلك هي البنائة سأركن سيارتي أمام الإيجن سي مباشرة هنا لأتم جاء رجال الشرطة وضع لنا مخالفة للسيارة ندفع لهم الأموال وسنكتف هي الإيجن سي أصر إن كان سعد الله فوق ونكتف نعم نحن إلى الريلتر الريلتر يا حبيبي نحن دخلنا البرو الخاص به البرو الخاص به رائع جدا منظر خاطر لكن لا زل لم يدخل باقي ممكن أن نذهب نعم ما قد خرج فأنتظروا حتى يأتي لكي يظهر لي الفيلة أو القصور المعروضة للبيع ممتازها هو لقد جاء هذه هي الفيلة الأولى يا أسقع كما تشاهدون الفيلة لا بأس بيا الحي ممكن الحي خاطر لأن رجال الشرطة يلحقون بذلك المجرم لا لن نشتريه في هذا المكان المنازل هنا هائل اللي قاموا ببنائهم لأن يقومون ببيعها هذا الشارع يذكرني صراحة بالغروف ستريت ممكن أن هذا هو الحي الثاني نسخة الغروف ستريت لم يعجبني كثيرا رغم أنه 835 ألف دولار هذه الفيلة الثانية نفس الحي لا لا أريدها لا أريد السكن أصلا في هذا الحي أفضل منزل هو المنزل هناك في الأمام لماذا؟ لأن المنزل في الأمام مشمس عكس المنازل هنا المنازل هنا فيها الضل هذا هو المنزل الثاني فيلا الثانية تمانوها اثنان مليون ومئة وخمسون ألف هي هاته لا تشاهدون يا صف المشكلة إذا قمت بشراء هذه الفيلة رغم أن فيها المسبح وفيها كل شيء لكن الطاجد الخاص بهؤلاء العمال سيزعجوني كثيرا خصوصا أنهم لازالوا لم ينهوا عمل هذه الفيلة لن أشتريها يا صف وهنا راقبوا واو 8 مليون وسبعمائة وخمسين ألف لا هذا قصر هذا شاهدوا باب الدخول واو 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 شجرة كبيرة ورائعة ستعطينا الأكسجين قصر كبيرة هذا يا رفاقي بدينك كذلك الملعب الخاص بالتينيس سلام وهنا حديقة كبيرة جدا للأبناء لكي يلعبوا رغم أن فراكي ليس لديها أبناء لكن في المستقبل إذا كان لديه يا سلام نيكسس هاوس نذهب فقط لأن لدينا 21 منزل اوه كذلك كثير فيلا خطيرة كبيرة ورائعة فيها البينكبونك في الفوق ركزهم بابتة البينكبونك اثنان من الغاراجات لكن المنزل السابق أفضل من هذا وأغلى منه بطبيعة لها شهدوا هذا المنزل الكبير هذا قريب من منزل مايكل اوه منزل مايكل في الفوق فوق منا وهذا هو المنزل بالأسفل سنكون جيران لمايكل إذا اشترينا هذه الفيلا فيلا أخرى كذلك بعيدا مع المنزل مايكل في هنفورة 3 مليون و 150 ألف أتواقع يا أثقاء بأن أغلى منزل هو المنزل الذي شاهدناه 8 مليون شهدوا هذا مليون و 750 ألف كبير منزل كبير أمام الشارع مباشرة هناك فتاة ممكن أن تلك الفتاة هي ابنة صاحب المنزل منزل خطير هذا كذلك لكن أتوقع بأنه سأعود للمنزل الذي 8 مليون لك لا نضيع الوقت لأن ذلك المنزل فإنه كبير ورائع ولن نجد منزل مثله بذلك المبلغ وسنختار هذا القصر العلم العقل كبير جدا ممكن أنه خاص بأحد الأشخاص الأغنية الذي لم يستطع يا أثقائي العيش فيه ممكن أنه يحتاج للأموال سنشرح من عنده تحضر هذه المنزل ها هو المنزل كيف يظهر من الداخل واو واو ديكورات خاطئة لا منزل رائع هذا من الداخل سأشرح ياس بي بي اس 8 مليون و 750 ورغم كل هذا الذي زلت لدينا أموال هائلة جدا التجارة تمت بنجاح وقمنا بشراء قصر أنا سعيد جدا لكي أتحولي لذلك القصر الآن شيء الذي سنفعله هو أننا سنذهب لمنزل صديقنا فرانكلين لكي نقوم يا أثقائي بتحميل السيارات الخاصة به في أحد الشاحنات الكبيرة جدا الخاصة بحمل السيارات وبعدها سننتقل لمنزلنا الجديدة استدعيت سائق الشاحنة لكي يقوم بأخذ السيارات لكن مع الأسف يا أثقائي لقد قال لي بأنها لن يستطيع لماذا؟ لأنها في عطلة ولا يوجد لديهم سائق آخر لهذا السبب يا أثقائي سأحاول فعل استراتيجيا ما علي يا ركن سيارتي من الأفضل في هذه الضفة لكي نستطيع وضعها هنا نعم 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 كيف سأستطيع تضويرها هاتي شاحنة فئمنها كبيرة جدا وعبلاقة حسنا الشيء الذي سنفعله هو أننا سنضر هكذا سنحاول تكبر الضورة كذا استطعت هيا هيا ممتاز نكبر الضورة بلا لا 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 مشكلة لكوارت لكوارت يا صديقي لكن لا نعرف طريقة سياقة مثل هاتي الشاحنة شيء الذي سأفعله هو سأنزل سأنزل خارج الشارع وبعدها سأعود بالخلف هي شاحنة الهاولر اخترت أفضل شاحنة وهي هاتي الشاحنة هنا طلب فونطوم يا هبيبي سنحاول ركنها بهاتي الطريقة يا أثقائي هي هي دور 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 لا لا طريقة السياقة مختلفة للحياة الواقعية لستم محترف بطبيعة الحل في سياقة الشاحنات لكن أعيدكم هاتي هي الطريقة التي يفعلها سائق الشاحنات المحترفين مشكل مشكل يفصل السطع فيها لهي يا أثقائي هذا التريلر هو الذي فيه المشكل هي دور 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 ممتاز هيا اذهبي اذهبي هكذا هذا الرواع لا تقلقوا لا تقلقوا هيا عودي ممتاز هيا جميل 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 ما ركنوا فقط بياتي الطريقة أحسن العمل فعلناها يا رفاقي سأتركوها هكذا سأتركوها هكذا قطعت الطريق على الناس أصلا لقد تحددت مع ريجل شوطة لكي يقوم بقطع الطريق لكي لا يستطيع أي أحد اللي مجي إلى هنا وبالفعل يا رفاق الأن شيء الذي علي فعله فقط إنزال هاتي لكي نستطيع إدخال السيارة هكذا وركنها في الفوق ممتاز هيا لقد نزلت الأولى لاتسكو الآن سنقوم بإنزال أخرى في الفوق يا للراوعة ها نحن دا قمنا بإنزالها شيء جيد ورائع الآن ما علينا فعله فقط أخذ السيارة ركنواها هناك وأخذ سيارتنا يا أطيقاء لمنزلنا الجديدة سنبدأ أولا بياتي إنها موجودة في الطريق أصلا سكو بي بي كذلك اللي تسوي يا رفاق لايك لايك للمقطع نصرها مع سقائكم وإذا كنتم غير مشتركي اشتركوا لكي لا تفوتكم مقاطع خرافية مثل هذه هيا هيا ممتاز هيا يا للراوعة فعلناها الآن يا السلام صير الأولى رغب أنني خادشتها بطبيعة الحال لكن هنا أهجم سنت يا صديقي فراك الآن سنقوم بأخذ الزين تورنو يا صديقي هي سيارة الزين تورنو واو الزين تورنو صعدت بسهولة هلا يا سيارة قمنا بركنيان لا تقلقوا سيتم تعديل تلك السيارات عندما سأقوم برفع تلك أوتوماتيكيا ستتعدل السيارات بعدما قمنا برفع ثلاث سيارات سريعة الآن سأقوم برفعهم للسماء لكي نستطيع تحميل التريلر بمزيد من السيارات وها هم يا أصيقاء تم رفعهم ممتاز وتم ربطهم بطريقة احترافية الآن سنقوم بتحميل التريلر بمزيد من السيارات الشيء الذي قررت فعله هو أنه قررت إبعاده لكي تسهل علي مأموريات رفع السيارات في الشارع خصوصا من التريلر الشيء الذي حدث هو أن نزل الأسفل كان من الصعب فعله نقوم بأخذ هذه السيارة سيارة رويس رويس بالإضافة لديزاين الخاص بهذا ديزاين خطاع أمر صراحة فإنه متعي بلا كذب سأقوم بأخذ فقط سيارات سريعة سهلة وسأترك لهم باقي السيارات لكي يقوم بإحضارها يا ممتاز سأقوم بأخذها يا أصدقى أنني خدشتها قليلا لكن لا أجب آه يا سيارة ثانية موضوعها بنجاح نستطيع أخذ سيارتان أخريتان وبهذا فإنها سنكتفت من بين هذه السيارات بطبيعة الحال سأقوم بأخذها تنقوم بأخذها RH8 بين السيارات المميزة جدا عندي التي أحبها وبهذا سنكون قد يستطعنا تحميل يا أصيقاء الشاحنة بجميع السيارات هي التي نقف لها الآن وبدون أن نضيع الوقت يجب علي التحرك شي شي كيف يرسل في عددك نايرا يرسل في عوبية باطل عين التحرك الآن المنزل الجديد لكي نقوم براكن سيارتنا هناك آه حدثت حوادث السيارة ركزهم مشكلة وقعت حوادث السيار لنا في الفوق يا أصيقاء أتمنى أن لا تحرك شي شي تلك السيارة هي استحيل فعلوها يا رفاق هي استحيل شي شي ووو ستسقط ستسقط سيارات زيطر ستسقط على متأكيد آه يفي أي طلع ده ستسقط يجب علي إصلاح الأمر وبعدها وتبع الطريق سنحاول اختصار الطريق من هنا لأني لاحظ بأن السيارة الزرقة بدأت أصيقاء نيران تشتعل فيها ممكن بسبب الضغط سنذهب عبر هذه الطرق الضيقة بطبيعة الحال الناس هنا سنزعجهم لأننا لاحب بعد عددها جدا والسيارات والسيارات فإذا تضربوا بعضها البعض وهذا نحن ده بعد مدة طويلة جدا من السياق لقد وصلنا لأن المنزل قريب جدا من الخاصة بلوس هو هذا المنزل على يصارنا مباشرة وواواواواوا منش كبيرة خطيرة جدا وتخيلوا من سيسكن فيها صديقنا هو الذي سيقتر فيها الكبيرة والرائعة سنحاول الضواران من هنا طريقتين احترافية وكذا شيء جيد هو هذا باب الدخول نعم باب الدخول الكبير وانا لن ندخل بل سنركن فقط الشاحنة هنا يا أسيقة سقطت مالسف لقد سقطت يا أسيقة السيارة المفضلة لديها لقد سقطت لكن لا مشكلة سنقوم بإعادة قلبها وسنقوم بإدخالها للمنزل يا أيها الباب لقد فتحت لماذا قفلت الباب فتح لنا المنزل أصبح حميل كلا لنا الآن جميع الأبواب فإنها ستفتح هنا سنركن هذه السيارات المنزل كبير جدا هذا هو منزل صديقنا فرانكلين سنركنوا جميع تلك السيارات هنا نعم أغلب تلك السيارات ستحتاج للإصلاح من هذا الشخص ما تفعل في منزلي يا أيها المغفن لا تدخن في منزلي هل سمعت هيا لقد تحدثت معك يا أيها الكلب ما تفعل في منزلي ممكن أن صاحب هذا المنزل لم يعود يسكن في المنزل فأصبح الغرباء يدخلون لمنزل فرانكلين وهنا نحن دقمنا براكم جميع السيارات التي أحضرناها هنا حتى إذا احتجنا الذهاب لمكان ما أو عودا للمنزلي نلزلت لدينا كثير من الأمور التي علينا أخذها من ذلك المنزل وإحضرها في هذا المنزل لدينا هنا سيارة الجسر ممكن أبنى هذه السيارة خاصة بأحد هؤلاء الأشخاص صديقي فقط اذهب أنت وهتي الفتاة واخرجوا من منزلي ما تفعل هناك لأين أنت ذاهب الطريق الخروج من هذه الضفة هنا هيا دعبي أنتي جيد هؤلاء الأشخاص لا زلوا لي يعرفونها بعد بأنني قمت بشراء هذا المنزل مخفلون لقد صدعواني يا سيقة اتعبت نفسيا وعقليا هيا لكي ندخل للمنزل نأخذ قصة من الراحة ونرتاح لقد اتصلت بالشركة الخاصة بحمل السيارة طلبت منهم اذهب للمنزل وإحضار جميع تلك السيارات اللي موجودة هناك وراكنها هنا أما بالنسبة لنا سأدخل لمنزلي لكي أرتاح وسأظهر لكم كذلك كيف هو المنزل من الداخل وما رحبا بكم يا سيقة في داخل المنزل ما رأيكم لأتات صراحة فإنها رائع سأتجول في هذا المنزل وسأكشفه بطبيعة الحال أحد المنازل الفخمة جدا ممكن أبنى هاتي المنشن أوه نستطيع كذلك النظر على المسبح هنا ممكن أبنى هاتي المنشن هي أفضل منشن يا سيقة يمكنكم شراءها في لعبة جتايف 5 الشيء الذي سأفعله الآن سأقوم بشرب كأس من القهوة أكل بعض من الحلويات وبعدها سأخذ قسطة من الراحة لكي أرتاح صراحة لأن الانتقال من مكاني لمكاني آخر عمل متعب جدا وبهذا سأكون قد وصلت نهاية المقطع فالله منكم ادعوني تقلق على زر لايك ونشروا مع سقائكم تذلك الاحين كان معكم يا سي استودعكم الله ولكل الله صادق ودعه ولا تنسوا بأن السلام وخير وخيتام اشتركوا في القناة